فان بشوف ان دي سنة هيكون عندهم روح ابداع اكتر من القبل كده طبعا عشرين عشرين كانتش حلوة معاهم كان عندهم ضغوط كتير بس السنة دي هيقدروا ان هما يستعيدوا حبهم للحياة لان هما يعني يدخلين على عشرين واحد وعشرين وهم عندهم حالة شوية ملل ويأس فبقول لهم هتستعيدوا ان شاء الله الحيوية بتاعتكم وقدرتكم كمان على الابداع لان هما طبيعة الحمل عندهم روح ابداع بس كانت يعني فقدينها شوية السنة اللي فاتت لكن السنة دي ان شاء الله عندهم كمان روح ابتكار عندهم كدر ان هما يعملوا تنمية لأعمالهم لان السنة بدأوا عندهم جوبيتار او المشتري وزحل اتنين في وضع داعم في منزل المشروعات وده بيخليهم يقدروا يعملوا تنمية لأعمالهم ويقدروا ان هما كمان يكسبوا دعم من زملاء في العمل او رؤساء في العمل دا بالنسبة للشغل بالنسبة للفلوس كمان لو عندهم مشاريع خاصة حيكون عندهم كدرة على تنمية مشاريعهم الخاصة وعندهم فرص ان هما يحققوا مكاسب بس في نفس الوقت هما عندهم مل التبذير ورانوس عندهم في منزل المال دا بيخليهم دايما عايزين يصرفوا فبقولهم بس ايه يعني ما تضيعوش الفلوس اللي بتكسبوها يوزنوها شوية دا في الفلوس بالنسبة بقى المتجوزين انا بشوف من اول سبعة يعني يناير هيكونوا عندهم يعني فرصة ان هما يحسنوا من علاقتهم بالازواج او بشركاء الحياة واللي مش متجوزين بقى اللي مش متجوزين عندهم فرص حلوة جدا للارتباط بس انا بشوف حتكون اكتر من اول فبراير وعموما انا برضو شايفة انه السنة كلها عندهم فرص انه علاقة صداقة تتحول لحب لانا عندهم كوكبين مهمين قوي في منزل الاصدقاء اللي هما جوبيتير او المشتري وورانوس المشتري وزحل والاتنين حيساعدوهم جدا انه هما ممكن او يدوهم الفرص يعني انه تتحول عندهم علاقة صداقة لعلاقة حب هل دايما بس معكم بتقولوا نص السنة الاولاني كويس نص السنة التاني مش عارف عمل ازاي فهل بيبقى باين من دلوقتي مثلا انه الحمل السنة مثلا في الاول عنده كويسة في النص التاني هو شوفي السنة دي مش متقسمة كده قوي هي السنة تعتبر كويسة بس زي ما قلت من اول 7 يناير يبدأ التحسن من اول فبراير اللي مش مرتبطين يبقى عارفة فيه حاجة مش متقسمة قوي نص اولاني ونص تاني بس فيه حاجات وفيه حاجة مهمة لازم اقولها الموليد الحمل انه حافظوا على السرية والكتمان طول السنة يعني داري على شمايتك والاكتر كمان من اول 14 خمسة لغاية 27 في الوقت ده يعني يضعفوا اكتر الحذر في حتة الاعلان الخطط ويتجنبوا الفخر بنفسه اوكي احنا كده ده خلصنا خلاص بورج لحالة